المملكة المغربية تريد أن تحول الصراع إلى صراع جزائري مغربي لتغطية الهزيمة لأن هناك مأزق السياسة المغربية هي الآن أو سياسة المملكة المغربية هي الآن في مأزق في الصحراء ولإخراجها من المأزق لابد من تحويل هذا الصراع إلى صراع جزائري مغربي ما كنا نتمنى هذا الصراع ما كنا نتمنى هذا الصراع ولكن والحالة هذه لابد أن نقبل الصراع إذا فرض علينا ومثل ما فشلت سياسة التوسع وسياسة القوة وسياسة الحديد والنار في الصراع الغربية ستفشل لا محالة ضد الشعب الجزائري ستفشل لا محالة ضد الشعب الجزائري لكن على الأقل أمام العالم وأمام التاريخ لابد أن نسجل من سيكون المعتدي لأنه أعلن عن الاعتداء أما التفسيرات التي استعملت والحجج التي استعملت من طرف رئيس الدولة المغربية فهي حجج قد استعملها المستعمر قبله وحكم عليها التاريخ كحجج تنبني على فكرة الاعتداء ورغم هذه الحالة فإننا نعتقد بأننا سنلتقي غدا أو بعد غد أو في كذا من سنة مع الشعب المغربي فنلتقي سيأتي اليوم سيأتي اليوم الذين نلتقي فيه مع الشعب المغربي فلهذا ما نسبش أبدا للمستقبل ندافع على حدود بلادنا فقط ندافع على حدود بلادنا فقط ونقلوها بكلمات بسيطة بكلمات واضحة أما بالنسبة للشعب المغربي المدفوع المغلوب على أمره لهو مدفوع في هذه السياسة الهروب إلى الأمام علينا نحن كأبناء شعب كأبناء شعب خارجين من صول بهذا الشعب خارجين من صول بهذا الشعب ومناش مبعوثين من السماء مناش مبعوثين من السماء أن ننظر دائما للمستقبل وحتى القوات المسلحة المغربية نقول لها قد يزج بك مرات أخرى في سياسة هي ليست في صالح المغرب هي ليست في صالح المغرب وليست في صالح الشعب المغربي هذه القوات المسلحة نتمنى نتمنى أن تنظر وأن تفكر فيما حولها بالناس اللي لا تقتل فيهم هم ناس عرب ومسلمين وأن الشيء اللي رايق طا يطلب منها ملك البلاد أو أن تعتدي على حرمة وعلى وحدة بلد شقيق فنتمنى أن لا تقطع خطة الرجال لأن هناك بالأمس أصوات ارتفعت وسترتفع في المستقبل لا محالة أصوات ضباط أحرار بدون شك سترتفع في المستقبل وسيخرج من صفوف هذه القوات المسلحة في المستقبل في سنة في ربع سنوات في خمس سنوات في عشر سنوات رجال أحرار يحررون المغرب بالشعب المغربي من العبودية ومن السغلال ومن السيطرة البشعة ومن السيطرة البشعة أبي والإخوة بعض الأفكار وبعض توضيحات اللي كان بيودي أن أقولها أو اللي ما كانش بيودي أن نقولها لو ما تفرضتش علينا الأمور فردا لا يمكن أن نبقى ساكتين في الوقت اللي الواحد يقول لك أنا جاي نضابك في بلادك لا يمكن أن نبقى ساكتين والمؤامرات تحاكم حول بلادنا وحول طورتنا ولم نكن نحن على الأقل على المستوى الرسمي ولم نكن نحن ولم نكن السباقين لطرح هذا الخلاف العقائدي الخلاف العقائدي بين الطورة الجزائرية بين ديمقراطية الطورة الجزائرية وديمقراطية المملكة الموروثة عن العهود الغابرة نعم نفتخر بديمقراطيتنا نفتخر بهذه الديمقراطية التي حررت الفلاح وعطت الأرض نفتخر بهذه الديمقراطية التي ألغت الضرائب على الفلاح نفتخر بهذه الديمقراطية التي صنعت البلاد نفتخر بهذه الديمقراطية التي فرضت أو سنت التعليم لكل أبناء البلاد نفتخر بديمقراطية الجامعات بناء الجامعات والمدارس والمعاهد في كل جهات منتاع البلاد نفتخر بديمقراطية الطب المجاني نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة أن لا سيدة في هذا البلاد أن لا سيدة في هذا البلاد وأن الشعب هو السيد لا سيدة في هذا البلاد وأن الشعب هو السيد نعم استمعنا يتكلمه وقالك ديمقراطية أو ديكتاتورية الحزب الواحد نفتخر بكل الشيء اللي نعمل فيه وشعبنا يفتخر والشمس ما تقدرش تتغطى بالغربال ما أنجزت والطورة الجزائرية في 15 سنة وما أنجزه الآخرون في أكثر من 15 سنة نفتخر بكل هذا اليوم ونفتخر به غدا ونفتخر به بعد غد ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوسعة اليد والبوسعة الجلبة لأننا شعب حر لأننا سيد وهذه ديمقراطيتنا هذه ديمقراطيتنا وشعبنا على كل حال يفتخر بها لأننا حررت من الاستغلال حررت من الاستعباد حررت من التبعية حررت من أي نفوذ أجنبي نفتخر بكل هذا ورغم ما قلته أيها الإخوة فإن الجزائر تبقى دائما على استعداد اليوم غدا بعد غد للمساهمة للمساهمة بالطرق السلمية في إيجاد في إيجاد مشكل أو في إيجاد الحلول لكل مشكل يطرأ في منطقتنا ونحن على استعداد أن نساهمة ولو بنصيب محدود في حل هذا المشكل الدامي مشكل الصحراء الغربية وقد أعلننا عن استعدادنا مرات ومرات لحضور مؤتمر القمة الإفريقي لمعالجة هذه القضية فالجزائر انتهجت وتنتهج طريق الشرعية الدولية وسنبقى سائرين في هذه الطريق وسيبقى دائما شعارنا العمل واليقبة العمل من أجل تدعيم الطورة واليقبة من أجل الدفاع عن الطورة وهذه آخر كلمتي وأتمنى من المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر